الليلة حلوة الليلة حلوة النهاردة يا جماعة وإحنا بنتفرج على المباراة مباراة مصر الأوليمبي منتخب مصر الأوليمبي ونظيره والمنتخب الأسباني بصراحة مكدبش عليكم يعني كنا عمينا نعمل حسابات من مبارح هو لو خسرنا طب نخسر كام طب لو تعادلنا منبصش لنتيجة المباراة التانية بتاع الدومينيكان وأسباكستان ممكن نكسب صعبة شوية بس ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا النهاردة بقى ويا المباراة شغالة ويا المباراة شغالة عمال تقول ايه لا 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 جولين قليل لا 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 عايزين التالت يا شيخ لا ما تجيب الرابع بقى يا أخي النهاردة احنا كنا أسبانيا وهم مصر لا احنا مصر النهاردة الفراعنة تفوقوا على المتادور الأسباني النهاردة كنا مبهرين النهاردة كنا ممتعين كل حاجة في المنتخب النهاردة حلوة من أول روجيء رومي كالي المدير الفني الكبير الرائع المميز المكسب الهدية لمنتخب مصر الراجل اللي قدر يعمل منتخب محترم هذا المنتخب دي معلوماتك يعني هذا المنتخب الأولمبي رفضوه رفضوه كثير من المدربين المصريين قالك أنا ما خدش الجيل ده واشتغل بيه قالك أنا لو اشتغلت بالجيل ده ممكن يعني سمعيتي كمدرب تخلص بدري بدري مدربين مصريين أنا بقولك معلومة مش في وسط الكلام في مدربين مصريين لما تعرض عليهم تدريب المنتخب الأولمبي قالك الجيل ده مش جيل جامد هيبقى عندنا مشكلة جي ميكالي الراجل اللي خد أولمبيات مع البرازيل في 2016 جيه وعمل منتخب حلو خد بالك أجيال كثيرة لمنتخب مصري الأولمبي سابقة كانت أفضل على مستوى الأفراد والأسماء والممارسة واللعب بشكل أساسي وأنه هم شاركوا بدقيق كتير وكان قوام من الأهلي والزمالك أكتر وكان كل شيء أحلى من المنتخب ده بس المنتخب ده كل لاعب فيه عظيم وأنا بقول الكلمتين دول بدري بدري قبل حتى مباراة دور الثمانية بدري بدري إن شاء الله نكسب بس المنتخب حلو من أول حمزة علاء والثقة في حمزة علاء بعد كده عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس واحمد عيد ومحمد النني رائع رائع محمد النني وشحاتة وإبراهيم عادل وكوكا وزيزو وأسامة فيصل وكل بقى العيبة اللي بتنزل بعد كده قطة وكل ومحمد صابر اللي شارك النهارده أي العيب أي العيب في منتخب مصولين بها وجامد جد ترجمة نانسي قنقر